أعادت السلطات المجرية اليوم فتح محطة القطارات الرئيسة في بودابست مع عدم السماح بدخول المهاجرين لها رغم تجمع المئات منهم ليركبوا القطارات المتوجهة إلى ألمانيا والنمسا وسط انتشار كثيف لقوات الأمن في المقابل دعت وزيرة الداخلية النمساوية ألمانيا إلى توضيه موقفها بشأن قواعد اللجوء الأوروبية جمال سواعب والتفاصيل أزمات يتقاطع فيها الإنساني بالسياسي وأوضاع اقتصادية صعبة دفعت بالآلاف من العرب والمسلمين لترك بلادهم واللجوء إلى دول أوروبية عدة محملين بالقوارب حينا وسالكين سبل البر أحيانا أتراك وسوريون وأفغان وليبيون وسواهم لم يجدوا سوى أوروبا وجهة لهم ومن لم يغرق منهم في البحر أو يرجعه خفر السواحل من حيث أتى وجد نفسه في خيمة الانتظار بعد أن أغلقت في وجهه الحدود وفي أزمة لجوء لم تعرف لها أوروبا نظيرا منذ الحرب العالمية الثانية يتواصل تدفق المهاجرين عبر الأبواب الشرقية للقارة العجوز حيث تشكل المجر المحطة الأولى في مسيرة اللجوء ليواصلوا بعدها إلى النمسا فألمانيا وأوروبا الغربية نحن نستعد لاستمرار هذه الهجرة الكبيرة على حدودنا وسنرى استمرار تدفق مهاجرين غير شرعيين وهذا تحدي لنا لقد تجاوزنا القدرة على الاستيعاب هنا ونحاول بذل الممكن وفيما تشدد المجر من الإجراءات الحدودية الهادفة لمنع تدفق المهاجرين إلى أراضيها أعادت اليوم فتح محطة القطارات الرئيسة في العاصمة بودابست مع استمرار منع مرور المهاجرين بعد أن كان الآلاف منهم غادروا أمس إلى النمسا وألمانيا في رقم قياسي وأوضحت السلطات النمساوية أن إغلاق المحطة يتساوق والالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي وإزاء تصريحات المستشارة الألمانية الداعية إلى التساهل في قضايا استقبال المهاجرين طالبت حكومة النمسا السلطات الألمانية بتوضيحات حول مواقفها من قضايا اللجوء أزمة لجوء تضع اتفاقيات اللجوء في أوروبا ومنها اتفاقية منطقة الشينغين في مهب التصريحات والتشكيك بجدوى استمرارها حيث تحاول الدول التي تعتبر الوجهة المفضلة للاجئين أن تفرض على الدول الأخرى نصيبها من استيعاب الهجرة في حين يفترش اللاجئون الأرض ويلتحفون السماء في انتظار اتفاق مضي فيهم ولمتابعة هذا الموضوع معي في الستوديو سيد جوزيف مكير أحد المهاجرين الأفارقة في إسرائيل مرحبا بك في البداية قضية المهاجرين واللاجئين في الأوين الأخيرة تشغل المجتمع الدولي بشكل خاص خاصة القارة الأوروبية التي يصل إليها غالبية المهاجرين في البداية كيف تقرأ ما تقوم به أوروبا حتى الآن بالنسبة للمهاجرين وهي لا تقوم بأي شيء حتى الآن شكراً بدأ الدول الأوروبية قبل الفترة ما يقارب شهرين أو ثلاثة عشهر بقلق أنبوسهم عن المشاكل المهاجرين الذين دخلوا في أوروبا وحتى في العزاد الأخيرة كان فرض أنه لازم يعمل حذر الجوي بطرد القوارب التي يقاطعون البحر فالأوروبا أحساساً دول الأوروبية الشعب أو المواطنين الأوروبيين لا يرقبون بحجود المواطنين أو حجود الأفارقة أو اللاجئين إلى بلدانهم أما السياسيين فالسياسيين لديهم رقبة أن الأفريقية تبقى خربانة وكل الناس تجروا إلى حيث يشعون نعم ودعنا نقول أيضاً المهاجرين واللاجئين أصبع منهم من العرب أيضاً من سوريا والعراق لكن هناك من يقول بأن المجتمع الدولي يماطل بهذه القضية ولا يقوم بإيجاد حلول سريعة لهذه القضية ونرى صور اللاجئين والمهاجرين العرقين منهم على القوارب ومنهم على الأرض مع جدار دعنا نقول في مناطق أخرى ما هو الحل بالنسبة لك أو على أوروبا أن تقوم به أساساً كل ما يحصل كله كلافات دولية أو كلافات المهاجرين في بعض من الدول اللهم يدل التخريب في بعض من الدول كما حصلت في العراق قبل سدام السين لا يوجد مشاكل مثل هذا بعد ما حصلت لسوريا نفسه كذلك بحكام ديتاتورية والهروب قبلية الحل هو أن كل القيادين الهروبيين وكل الرواساء الدول كما فيه دول في إفريقيا وشرك الأوسط أن يجلزوا ويحل جذرياً ما هو السبب الذي يجبر حول الناس خروج من بلدانهم إذا وجدوا السبب ما هو السبب ما هو الحل لهذا السبب فإذا وجدوا سبب وهل لهذا السبب لا يوجد مواطن أفريقيا أو من دول العربية يحجر إلى أوروبا نعم بالنسبة لأوروبا دعنا نقول بالنسبة لمشكلة أفريقيا هي مشكلة كبيرة جداً يجب حل كل النزاعات في أفريقيا من أجل حل قضية اللاجئين والمهاجئين على سبيل المثال أنت قدمت من أفريقيا من القارة الأفريقية إلى إسرائيل براً نعم الضوال لديم مشكلة في أفريقيا لسا دول كتيرة وحتى لو أسبنا ممكن ما يلاحق ولا عشرة دولة ولا خمسة دولة إنما هو سومال، سودان، إيريترية، إسرائيل، إسرائيل دول كما هو لديم سياسة ما يتغارب مع سياسة في الشرق الأوسط فالحرب في أفريقيا هو لسا قايف أفريقيا إنشاء لنهران هو دول في هودانيل، هم الدول الذين يهنئون بالمشاكل كما يصل في الشرق الأوسط داك في كل دول العربية نعم، وهل برأيك في نهاية المطاف المجتمع الدولي سيقوم بإيجاد حل مثل هذه القضية؟ هناك من يقول في الأطراف الأوروبية بأن هذه القضية حتى تشكل خطر على القارة الأوروبية قبل ما نصل إلى استيريو، اجتمعنا مع بعض من اللاجئين السودانيين والأفارقة الرب لا يوجد أي مواطن إفريقيا حتى مواطن الأرابي أن يحجر إلى أوروبا فإذا الأوروبيين يريدون أن يأصل لحل، نريد كلنا البعض أن نرجع إلى بلداننا طرد الديطاتوريين، غير الوداء، نشر الدستور دولية التي يمنح كل مواطن ما ما كان ضروب إذا كان من الأسرة كبيرة أو من الأسرة صغيرة، من الأقلبية ومن الأقليات هذا هو حق حسب تعليمه، حسب قدراته، وكل غمور تنتهي قوانين اللجوء لدى أوروبا؟ يجب تغيير قوانين الأوروبية، أنا أكبر الأوروبا برضو أن يشجع تدخل العفارقة أنا بحب أن أوروبا يوقف السبب لأن الناس يقلع من بلدانهم قبل لأن كل تدخل في إفريقيا، المعنى والمود وكل خطورة، وحتى الذين دخلوا في دول الأوروبية لا يسيطر العنبوسهم، إنما مستقلين بكل طرق مختلفة، المعنى مختلفة نعم، سيد جوزيف إماكي الأحد المهجين بفارقة فيصيد، شكرا جزيلا لك أعزائي المشاهدين أن نأتي إلى ختم هذه المرحلة، نحن مستمرون بتغطية الأخبار الأقليمية والدولية سوف نخرج إلى فاصل قصير ونقول من بعده، ابقوا معا